موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في نشرة اخبارية جديدة من قناة المكلة والبداية نستهلها بأبرز العنوين محافظ حضرموت يلتقي وكيل وزارة المفترمين ويبحث معه وأوضاع المفترمين بالمحافظة وكيل أول حضرموت يلتقي بأعضاء السلطة القضائية ويتفقد مشروع نظافة شوارع المكلة أعودت انقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في مدن ساحة حضرموت موسيقى من علوين التفاصيل أهلا بكم نعى محافظ حضرموت قال منطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني فقيل الوطن اللواء الركن علي سعيد عبيد الحيقي الذي وفاته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة القوات المسلحة والوطن وجاء في برقية التعزية بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة مغفور له بإذن الله تعالى اللواء الركن علي سعيد عبيد الحيقي نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون التدريب ومستشار وزير الدفاع سابقا والملحق العسكري بسفارتنا في موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية الأمس الأحد بعد صراع مع المرض وقال محافظ حضرموت كان الفقير خلال سنوات حياته مثالا للقائل العسكري المبدع والمتمكن في مختلف المناصب التي شاقلها وقلوة يقتدى بها في الانضباط وأداء مهامه وواجباته وبهذا المصاب الجلل تقدمه باسم السلطة المحلية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الثانية عامة بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى أبناء وأسرة الفقيد وإلى كافة آل حيقي سائل المولى عز وجل أن يتقمل الفقيد بواسع المغفرة والرحمة ويسكن فسيح جناته وإلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون التقى محافظة حضر الموت غير المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وكيل وزارة المقتربين أحمد الناسي لبحث جملة من المواضيع لتهم المقتربين بالمحافظة وتم خلال اللقاء الاطلاع على الجهود التي تبدلها السلطة المحلية بالمحافظة مع وزارة المقتربين عبر إدارة منفذ من الوديع البري في إجراءة عودة المقتربين عبر المنفذ إلى جانب الجهود التي تبدلها من أجل وضع حجر الأساس لمشروع أول مدينة سكنية للمقتربين في مديرية غير باوزير اطلع محافظة ضرموت على نتائج سيارة مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بوادي وصحراء المحافظة أحمد عبيد بن يباري خلال عودته من المملكة العربية السعودية جاء ذلك خلال لقاء المحافظ به بمكتبه حيث قدم بن يباري عرضا لنتائج لقائه مع رجال المال والأعمال بالمملكة وفرص الاستثمار المتاحة في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وغيرها والترتيب لاستقبالهم في المحافظة خلال الأشهر القريبة القادمة وأكد المحافظ البحسني ترحيب السلطة المحلية بالمحافظة بجميع الاستثمارات والمستثمرين وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بمشاريعهم لافتني لأن الاستثمارات ستسهم في الدفع بعجلة التنمية والاقتصاد والتخفيف من البطالة بين أوساط الشباب اتقى وكيل أول حضرموت الشيق عمر بن حبريش أعضاء السلطة القضائية بالمحافظة لمناقشة أوضاع القضاء في المحافظة وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بالصعوبات تواجه منظومة السلطة القضائية والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية وسبل تعزيز هيئة القضاء والحفاظ على استقلاليته ومطالبة القضاء بمستحقاتهم التي أدت إلى توقيف العمل في المحاكم والأوضاع الأمنية للمحاكم والنيابات العامة وتوفير الحماية الخاصة للقضاء وأعضاء النيابات وقد أعرب وكيل أول حضرموت على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين السلطة القضائية والتنفيذية بما يسهم في إرساء قيم العدل وسرعة البت في قضايا المواطنين وطاف وكيل أول حضرموت بعدم المكاتب والمرافق في محكمة استئناف حضرموت وسير العمل في مشروع بناء مجمع النيابات بحرم المجمع القضائي تفقد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش اليوم سير مشروع نظافة شوارع وأحياء مديد المكلة الذي نفذه ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع صندوق نظافة والتحسين بساحة لحضرموت بتمويل منظمة الهجرة الدولية واطلع وكيل أول حضرموت من القائمين على المشروع على سير الأعمال المنفذة تتضمن إلى جانب تنظيف الشوارع الرئيسية في المكلة القديمة وباجعمان وأربع انشقة وشارع الهايبر وجو المسحة رفع المخلفات المتراكمة والأنقاض ومهملات الهدم والقمامة وبقايا المواد الإنشائية وأشار لوجست المشروع المهندس سالم بافريش إلى أن المشروع الذي ينفذه بآلية النقد مقابل العمل يستوعب على مدى أربعة أشهر مئتين عاملاً وأشار الشيخ بن حبريش بكل الجهود والمبادرات التي تسهم في عملية النظافة وخلق فرص عمل للشباب شكلت الصوت القضائية بوادي وصحراء حضر موت لجنة تضم عدد من المختصين لوضع آلية لعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع التنموية في اجتماع لها بمدينة سيئون وأكد الاجتماع لضم عضاء لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضر موت وعدد من المهندسين على الأهمية الكبيرة لإخراج المشروع بجودة عالية وضمان استدامته واستمرارية تشغيله والاستفادة منه فترة طويلة بالإضافة إلى سعي السلطة المحلية لاستغلال نسبة الوادي والصحراء من مخصص المحافظة من مبيعات النفط في تنفيذ جملة من المشاريع ذات الأولوية بحسب احتياجات المديرية وأثر الاجتماع بالعديد من المداخلات والمناقشات والأفكار التي تسهم في تحسين أداء عملية الإشراف على تلك المشاريع اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضر موت على أنشطة وبرامج المؤسسة الطبية الميدانية وستمعت السلطة الوادي خلال لقائها ممثلي المنظمة إلى شرح عن أهمية الأنشطة التي تنفذها المؤسسة الطبية في الجوانب الإنسانية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ومعالج تسوء التغذية وأشار ممثلي المنظمة بأن 11415 إجمالي المستفيدين من المشروع خلال الفترة الماضية من المديريات عمد وحريطة ورخية وزمخ ومنوق وحجر الصيعر تم اختيارهم وفقا لمعايير برنامج التغذية العالمية وأنه تم إضافة أربعة مديريات جديدة هي ثمود ورماه وساه وحورة ووادي العين بدورها أشارت السلطة المحلية بالوادي بما تقدمه منظمة برنامج القذاء العالمي والمؤسسة الطبية الميدانية من خدمات إنسانية تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية القطن بقيادة مدير أمن المديرية الرائد معاذ الشعبي من استعادة سيارة مواطن بعد سرقتها والقبض على الجانب في مدرية العبر الصحراوية وأفاد مدير أمن وشرطة القطن بأنه تلقى بلاغا من مواطن بسرقة سيارته بجانب مسج جامع القطن وباشرة الأجهزة الأمنية البحث والتحري والتواصل مع الجهات المعنية والأمنية وأقب عملية التحريت تم ضبط السيارة في مدرية العبر بعد أكثر من ساعتين من تلقي البلاغ من الشخص الذي قام بسرقتها وكان السارق متجها بالسيارة إلى محافظة مارب وأبر مدير أمن القطن عن شكره وتقديره لإدارة الأمن بمدرية العبر لتعاملها مع البلاغ بكل جدية ومسؤولية ورصلي ومتابعة لضبط السارق شهدت مدر ساحل حضر موت عورة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين حيث لم تستمر المنظومة الكهربائية لساعتين متواصلة في بعض المناطق ولم تصبر المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضر موت أي بيان توضيحي بخصوص تلك الانقطاعات ولا تزال منتزمة الصمت حيال ذلك فحين يتساء المراقبون عن مصير المكرمة السعودية للمشتقات النفطية على حضر موت وخصوصا ونحن على مشارف حلول الصيف يذكر أن المرحلة الأولى من دعم السعودية للكهرباء قد شهدت استقرار التيار الكهربائي خلال ثلاثة الأشهر الماضية نفذ مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرح حضر موت المهندس صلاح باب حير ومدير عام مكتب وزارة الزراعة والريب الساحل الأستاذ عوض بالقمان نزول ميدانيا إلى موقع سد الخبا بمنطقة رمي بوادي فوها التابع لمديرية أرياف المكلة وخلال النزول تم مناقشة وضع الجدران التركيبية لمنطقة السد وعملة التغذي للمياه التحدية والسطحية والجوفية بالمنطقة وتم تحديد المسافة من خلف جدران السد بمسافة 500 متر كحد أقصى بين الجدار ونشاط التعديل لمحاجر كسارة المحمدين للخارسانة وخرج النزول باتفاق على أن تتم شاركة هيئة المساحة الجيولوجية في أعداد الدراسات الأولية الخاصة بالسدود وأن يقوم مكتب وزارة الزراعة والري ببناء السدود يواصل المؤتمر العلمي الرابع لطلاب جامعة حضرموت أعماله لليوم الثاني على التوالي بمدية المكلة وقدمت في الجلسات عجل من أبحاث محور العلوم الطبيعية من مجموعة العلوم الصحية والعلوم البيئية والعلوم ووصفت عميلة كلية التمريض ورئيسة الجيسة الثانية بالمؤتمر العلمي الرابع لطلاب جامعة حضرموت الدكتورة نوال سعيد بنافع أن الأبحاث قدمت اليوم من الطلاب قيمة وحيوية وملمسة للواقع من خلال استخدام التقنيات في العطل تقديم صورة مرتكسة على أساس البحث العلمي كما قدمت إلى الجلسة أبحاث عن أثر تنمية المهارات الإدارية في ممارسة الإدارة الإلكترونية ودور التكلفة المستهدفة لتحسين الميزة التنافسية للشركات الصناعية وتقويم الأداء المالي باستخدام النسب المالية بدورها أشارت لجهة التحكيم بالأبحاث المقدمة من الطلاب وحثهم على اتباع الأساليب والمفاهيم العلمية في البحث العلمي وسيواصل المؤتمر العلمي الرابع عماله لمناقشة محور العلوم الإنسانية والاجتماعية دشن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي والصحراء حضرمو دورة تدريبية حول دديل الإجراءات المعيارية الموحلة لنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين والمحتاجين بدعم منظمة اليونسف للطفولة واستهرفت الدورة استمر لمدة 12 يوما 25 مشاركا من مديريات السوم وتريم وساه وسيؤون وشبام والقطن وحريضة ورخية وعمد وحورة ووالي العين والعبر وتهدف الدورة التدريبية إلى تدريب فرق العمل في إدارة الحالة على كيفية عمل مسارات إحالة واضحة لفئات الأطفال المستضعفين وتدريبهم على الإجراءات المعيارية الموحلة لحفظ وتبالي البيانات والتقارير المطلوبة في نظام إدارة الحالة اطلعت نجوة من المصائل السمكية في البحر على أول مزرعة استزراع سمكي بحضر موت الوادي بمنطقة وادي بيوت بمديرية تريم للمستثمر سالم العامري بتكليف من معالي وزير الثروة السمكية وطافت اللجنة على المزرعة مستمعين من قائم بأعمال المزرعة عبدالله العامري على شرح مفصل حول مكونات مزرعة استزراع الأسماك التعد الأولى في حضر موت لافتا إلى أن المزرعة تحتوي على 12 حوضا مائي ومصنعا للأعلاف وأوضح العامري بأن الهدف من إنشاء هذه المزرعة هو المساهمة في التنمية وتوفير الأسماك في أسواق المحلية وتخفيف البطالة من خلال توفير عمل للشباب وبدوره عبر رئيس اللجنة المدير العام للمصائل السمكية في البحر العربي حضر موت المهر وشبوة المهندس يسلم باب الغوم عن سعادته ومشاهدته اللجنة مقدما شكره للمستثمر العامري على إقدامي لهذا المجروع مقدما شكره للمستثمر العامري على إقدامي لهذا المشروع الناجح بكل المقاييس نفذت مؤسسة سواعد وطن للتنمية صباح اليوم بمدينة المكلة مشروع إغاث نازح بتمويل منظمة هلب يتيم البريطانية وبإشراف من مؤسسة المغتربين التنموية وبرعاية كريمة من السلطة المحلية بحضر موت وشمل مشروع نازح توزيع نحو 21 سلة غذائية بالإضافة إلى عدد من الفرش والبطانيات على مخيم للنازحين من أبناء الحديدة في منطقة إبنسينة بفوة وكذلك توزيع نحو 15 سلة غذائية أخرى مع فرش وبطانيات على الأسر المعدمة بمنطقة أديس والشري وبسط المكلة في هذا الخبر نقول وصلنا وإياكم لكتالي نشتر هذا اليوم وهذا كتيرا لأهزم المجاة فيها محافظة حضر موت يلتقي وكيل وزارة المخترمين ويبحث معه أوضاع المخترمين بالمحافظة وكيل هو الحضر موت يلتقي بأعضاء السلطة القضائية ويتفقد مشروع نظافة شوارع المكلة أعودت انقطاعات المتكرر للتيار الكهربائي في مدن ساحة لحضر موت وصلنا لفتال نشرى حتى الملتقى دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة